مقابل طبعا سلالة تتقول الاقتصاد ضعيف يقول هو يتحدث عن نسبة نمو 4.6% بدل من 3.6% للعام الحالي رغم هذه الأزمة يقول بالعكس في العام المقبل سيحقق الاقتصاد الجزائري نموا أكبر حتى من أمريكا وطبعا في تصريح سابق قال بأنه الطموح بالنسبة لسلالة تنافس اقتصاد الجزائر نسبة نمو للصين يعني 7% صراحة يعني هنا تجد نفسك يعني 200 مثال جزائري يقولك يحبس رأسك يعني يحبس رأسك هذا الكلام كان يقوله بن علي في تونس وكانت حتى الفرنسيين وبعض الأوروبيين تحدثون على المعجزة المعجزة تقريبا المعجزة التونسية والله على الأقل التطور الاقتصاد التونسي وازدهار الاقتصاد التونسي لكن لما هرب بن علي اكتشفوا التونسة أنه كل تلك الأرقام كانت كذب كانت كذب كانت على الأوراق شوف الناس ما تحتاج باش تسمع لهذه ربعة في المية ولا اثنين شوف الأرض في الواقع كيفاش حال المستشفيات كيفاش حال المدارس كيفاش حال الطرقات كيفاش حال السكنات كيفاش حال الشيوخ والأطفال والعجزة والعميان يعني المعوقين اللي يبتلوا بأمراض أو بشكل أو باخر شوف حوالهم في الجزيرة شوف حوال الضعفاء كيفاش شوف الناس اللي في الشارع أسر كاملة أحيانا كاملة أسرة كاملة تلقاها تنام في الشارع يعني تمر في العاصمة ولا تمر في مدن كثيرة تلقى أسر بأولادها بكذا ينمع الكارتون هل دولة تحقق نسبة حتى واحد في المية ممكن يصل بها الوضع إلى هذا الحد هل دولة ما تقولها ألف مليار دولار في 16 سنة ممكن يصل الشعب إلى هذا الحد فيه دول لا تمتلك لا غاز لا بيترول يعني كوريا هل كوريا الجنوبية تمتلك بيترول أو غاز هل تركيا تمتلك بيترول أو غاز حتى في كوريا الذي يشاهد هناك مشاكل يعني هناك ناس خاصة المسنين يعيشون في فقر مدقع يقولون حتى الولايات المتحدة 25 مليون فقير يعيشون مشردين كذلك هذه طبعا في الجهة المقبلة 25 مليون بالمقارنة إلى حوالي 350 مليون ساكن أولا وبعد النسبة أو مستوى الفقر عندما يتحدثون عن الفقر في بريطانيا هنا هو ليس الفقر اللي في الجزائر الفقر اللي في بريطانيا هنا الناس عندها سكنات وأولادهم يروحوا للمدارس ويلبسوا وكذا وإنما ما عندهمش هذاك الممكن الآيفون ما عندهمش هذ الأشياء ما عندهمش هاو مستوى الفقر هاو الفقر الفرق ما بينهم الجزائر عندما نتحدثوا على فقر نحن نتحدث على أوصى الرحياني اللي تبات سبعة ثمانية في غرفة أو غرفة ونص نحن نتحدث هم في إحصائياتهم يقولوا أنه حوالي 20% ما عندوش توالات في الدار حوالي 30% ما عندوش مطابخ في ديارهم هذو الناس اللي عندهم هذي إحصاعات هذا المركز الإحصاع الوطني اللي هو ناس والله وش يسمونه الأرقام الرسمية طبعا في موضوع قفة رمضان تقول بأنه مليون وستمئة فقط جزائري بحاجة إلى معناها فقط مليون وستمئة عائلة بحاجة يعني مليون وستمئة ألف جزائري ستمئة عائلة يقولون مليون وستمئة ألف عائلة لا يقولون مليون وستمئة ألف عائلة لا يعني مليون وستمئة شخص بحاجة إلى مساعدة وفيما يخص قفة رمضان هذا ليس صحيح والدليل أنت في قفة رمضان شفت الناس كيفاش كانت تستسارع على قفة فارغة وفي الغالب أشياء روز يابس وتي فاسد إلى آخره يعني كلام مش صحيح الفقر راهي الناس تشوفه بعينيها ما تحتاجش أنا نعني نجي نتكلموا عليه والبطالة والعطالة الناس راهي تشوف الناس بعينيها ما نحتاجش نتكلموا عليه بس كلها وصلت إلى القناعة الآن أنه الخراب بلغ مداه ما عادش فيه إمكانية لأي لأي شيء المشكلة مش في هذا المشكلة في أنه مازال يكذبون ويكذبون ويكذبون على الناس حتى وهي الأسعار تنهار في هذا الوضع وهو عندهم أصلا خطاب متناقض لأن أحيانا يقولوا الوضع سيء والأوضاع رهي كذا ولحدهم يقولوا لا إحنا سنمر بالصح باش نمر الآن بالاستدانة من الخارج معناها موش برك السيادة اللي منهار على كافة المستويات نزيد ونسلموا الجزائر نرهنوها إلى قوى خارجية اللي راهي تتربص وراهي راهي ما فيش نظام خدم القوى الخارجية وقوى الفساد وقوى الطغيان كما راه هذا النظام اللي مرتقيت له القوى الكبرى ترجمة نانسي قنقر